اشتركوا في القناة بسبب عدم توفر العلاجات في البداية توفي طفلي التوام وعندما سأل وضع عن حده فقدت طفلي الثالث والذي يبلغ عشرة عوام أنا خائفة أن أخسر طفلتي التي بقيت كما يعلم جيدا أن المخيم يحتوي فئات متعددة أطفال وأمهات وكبار السن وتلك السيدة هي أحد الأمثلة لكبار السن التي تواجه عدة أزمات كان لا ينبغي مطلقا أن تواجهها وفي هذا المخيم نعيش أربعة أشخاص سويا نحن نعاني للقائب سبب المجاع وكما أفاد المنسق في مخيمات مدينة عد محمداي السيد مرغيتا دانييل بأنه يوميا يقومون بدفن جثث النازحين الذين توفيوا بسبب معاناتهم الكبيرة مع المجاع القاسية الإحصائية التي قمنا بها في الوقت القريب استنتجنا منها موت 214 شخصا بسبب المجاعة نحن قير قادرين لتوفيد الطعام والإلاجات للنازحين مما أضطررنا بدفن الجثث يوميا توجد لدينا أم في هذا المخيم فقدت ثلاثة من أطفالها وخلال ثلاثة أشهر الماضية قمنا بدفن 27 سيدة توفيا بسبب المجاعة مما ناشد النازحون بالعودة الفورية إلى أرضهم أطلب بالعودة إلى أرضنا وقبل ذلك أطلب بأن يتم تقديم المساعدات الإنسانية لنا لدينا أمل كبير بأن نعود إلى أرضنا أرجوكم أعيدونا أنا أناشد كل من المجتمع الدولي والحكومة الفيدرالية وحكومة التقرية المؤقتة بأن يعودونا إلى أرضنا في أسرع وقت ممكن